اعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة رفع حضر صيد الربيان اعتبارا من اليوم الأول من أغسطس وذلك اتساقا مع قرار حضر صيد أو تداول أو بيع الربيان خلال الفترة من الأول من فبراير ولغاية الحادي والثلاثين من شهر يوليو نعم أشرت الوكالة إلى أن رفع الحضر لا يعني استماح بصيد الربيان بالطريقة المخالفة للقرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن حضر الصيد البحرين بواسطة شباك الجر القاعية الكراف في المياه الإقليمية لمملكة البحرين باعتباره أحد المصادر الرئيسية للغذاء حرصت مملكة البحرين على الحفاظ على استدامة الربيان عن طريق مراجعة طرق وأساليب صيده أحد أهم تلك القرارات هو تحديد فترات لحضر صيد الربيان في موسم تكاثره لضمان استدامته واستمراريته ومنعا لزواله من السوق المحلية أبرزها القرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن حضر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية الكراف في المياه الإقليمية لمملكة البحرين وحرصت الجهات المعنية ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلدية والزراعة على ضرورة تنظيم منع أو حضر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها في أي منطقة داخل حضور الصيد ولأي فترة مناسبة لحماية الثروة البحرية إلى جانب منع أو حضر استخدام أي أدوات أو طرق معينة لصيد الثروة البحرية التي تشكل ضررا على الثروة السمكية أو الأحياء البحرية وتطبيقا لأحكام القرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن حضر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية الكراف فقد تم منع صيد الربيان خلال فترة الحضر بكافة الطرق ووسائل الصيد سواء كان بالحضر أو عبر أي طريقة صيد أخرى حيث أن استخراج الثروة البحرية في فترة الحضر بأي وسيلة غير متاح وممنوع منع باتا ويعاقب عليه القانون كونه يلحق الضرر بالبيئة البحرية ويهدد استدامة الثروة السمكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر